عواش المباركة بالمناسبة وكما قلت عندي جوجة نقطة جوجة الأسئلة موجهة لشخصين مختلفين واحد رجل قانون صحفي وقال لك هو إنسان يقرأ قانون واحد الإنسان يجوه مع السؤال هو الموجهة للسلمهداوي وشفتي الفيديو الفاضح الفضيحة اللي في اليوتيوب على بنت النخيل في مراقش مساعدي كي يصورها والخط يكملهم الرسوم ونستطيع في التعليقات إذا لم تشاهدوا الفيديو سأعطيكم الرابط لا يوجد إشكال ما قولك في هذا يا هذا؟ المؤسسات والدستور مالك الهمام المقدسات والله الوطن والمالك والزتي له أرضات الوالدين دخل لي هذا الفيديو فهذا الله الوطن والمالك أرضات الوالدين هذه المواضيع اللي هيكت إن الشعب إجابة عليها وحرك عوتين النيابة العامة وحرك القضاء وحرك الأمن وحرك للوصول وبالمناسبة هذه الإنسانة لا ألومها بقدر ما ألوم هذه الإنسان التي تزدت هي في البلاد ومسؤول عليها هذه الإنسانة عندها ناس مسؤولين قائمين ما دروا الهواله فدرت هذه الطريقة لتصور الخبز واتلقها خدمة لفميلة فيها 11 أو 17 الناس وتعرفوا هذه الطريقة الخدمة وكما قلت لكم الناس الذين لم ترى الفيديو حتى نرى التعليقات ونكتب لكم الرابط لكي تراجعوا ترى هذه المصخرة هذه النظرة اللي ولدت شعوب العربية ليس غير العربية ولكن أخص العربية كيف تنظر إلى ذلك إلى إخوتكم وأخواتكم أمهاتكم وبناتكم المجتمعات العربية اللي هي ضيجة متأخيرة من المجتمعات من المجتمعات كيف تنظر إلى أنه يسلم وش جوع لاتمارسي غاتماس لأن الجوع قد إعدام ما يحب أن يحب على المجتمعات من المجتمعات مجتمعات للشعر كيف تعرف أعطيت أختيار أخر قلت أن أدخل هنا و لا أدخل هنا و سأعطي أن تحاسب مكان لماذا لا أدخل هنا؟ سأحاسب كثيرا ما هي هذه كهنة التي أعطيتها؟ هنالهنوات والمهداويات و بالدليل أنك عاهرة عاهرة المخزن تبيع ضميرك و الوجود تبيع خوتك و يضعها رخيصة للمخزن تصدلي عينيه أنت تمارس القواة أنك تمارس الضعارة أنت تمارس القواة و أنا في أنا عندي كان أعتقد أن القواة أكثر فضاعة من الضعارة لأن هذا الذي يمارس القواة يستغل حتى هذو الناس الذين يستعملوا الضعارة و يمارسون الضعارة أنت لا أريد أن أقولها بالدارجة و أعطينا أنا لماذا نعلم أنت لماذا أن أجعله نفسك؟ لماذا أن أجعله نفسك لصاحب الدجاجة أو الكراكيز أجعله نفسك؟ حتى تراسك في واحد المرتبة الناقق باسم الضعفاء والناس اللي استغلوا قانونيان ونهبت اراضيهم نهب شرفنا المهداوي شرف المغاربة ينهب نقشي موضوع لا نهب الشرف ومن أباح للآخرين باش ينهبوننا الشرف ديال البنتنا وديال عيالتنا وديال ولدتنا هذا موضوع وانا قلت لكم سأكونه قصيرا اليوم في المداخلة بلس نهاري عيننا الحنش إذا استجبهتُه الفنش كو رمش هو ابو ذروعة أن يمتلك كفر ومن ثم يتجبت لحصة كبيرة وكتبقى يضرب اللي تغوت له! ولماذا تغوته ؟ كيف يكون الإسلام صحيح ؟ انت هو الذي ستقدم لي الإسلام؟ خلعتين لا تدخل لي هذا غابين قوصين انا مسلم طريقة التقديم وانت تخرج ما يرى في هذا الفيديو اذا شاهدوا ألف على الأقل عشرة لان انت الذي قدمت هذا الدين بطريقة بوزنزال منعف زماروش وانتخبط 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 لاحس الأهدية ليس ماسيح الأهدية كان احترم الأطفال ماسيح الأهدية ولكن تلاحس الأهدية على الأقل لا تدخل أنه لا تدخل تبقى وانتخبط أنت باللسانك لكي تخلص فالصبات وانتخبط وانتخبط لكي مهاجرين وانتخبط دولة الإسلام فقراء والكفار ليس لديهم فقراء وكذلك عندهم الكتفاء وعندهم الضروريات ولماذا ليس لديك الضروريات يا الكلب؟ النهري الغارق في نهرك ستغرق وفي نهرك لديهم طوال الفلوس، نقول لكم خدكم أمره 17 درهم ديرها البصلة ولمسؤول هذا كله بره وانه يخرج الثامن ديال البصلة ومن يكن أنصيف الفلوس كما يديها النهري الليلي كما يديها الفلوس؟ وفا بانك ديال من؟ ديال أمير المؤمنين أنت عبد عنده أخويته الريف من نسائه ورجاله لحتهم لبره مدرته لو زين لمدراسة اسمه لسبيطار وهذا كل بره هي الدولة الريفية ركينا في الخارج في هولندا في ألمانيا في الجيتا والله أعلم فين كينين ومالي هالزين الأهالي ليلهم؟ إذن هم دولة وأعطيهم استقلال ليلهم رأيه ديالهم هالزين رأسهم برأسهم؟ ماذا عندك ما أنت؟ ماذا تربطك أية والعلاوية مع ذلك الريف؟ ماذا تربطك مع ذلك؟ الله الوطن لا يكون رأيه حمراء أو لا؟ الشعب الريفي معيش راسه برأسه أبناء الريف هم اللي خدمين على الريف لما فيه لا طريق لا مدرسة لا صبيطار لا ما فيه لا دوة لا حواج لا قراطب لا الناس ديال الريف هم اللي مقابل هي الدولة الريفية في خارج فديروا دولة ديالكم رياف ديروا دولة دولة بالمكونات إذا كان عندكم الناس عقلاء سيضع لكم الخوانة ترشوهم ما نقول شيء هدرا أخرى ترشوهم 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 ديروا دولة ديالكم عندكم ميزانيات صحيحة كتمشي الأرض ديالكم والنهارين تامنين وجدي كلم وجدي وجودي وجدال قام منا ما وجداتش عندكم كطلب من الناس اللي تحرموا من الارض ديالهم اللي اجروا عليهم ومشاوا خرجوا البر وضبروا لعنصهم يعاونوا لك هادوك الناس اللي كان خص هادوك العلويات تقوم بيهم لا كتزكي كتزكي الكلب لا باش نقول باش نخليه الموضوع يدوس تحييل كل أحراك العذاب عواشر مباركة الناس اللي عندها نحتارم نحتارم غير أن تقول لك أنا ما شغليش في ذاك الشينا أنا ما عنديش عيد و 1400 سنة موزعة على أبناء الريف موزعة على أبناء الأبناء البررة ديال الوطن أجداره مهزوسي أحل فمو بغيت قلت ألعبس 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 3000 سنة يولد الكلاب يا الدولة العلوية وكتعتقدوا بأن دول مرت في حياة المغرب وجيتوا زمنتوا مك وانسيتوا نحن في العلوية وغاتبقها الدولة العلوية قلتوا للدولة الوطنية قلنا هديكم نحن القادمون الدولة الوطنية وسير مك عاود يكون جدك هو الله إن شاء الله هو اللي يولدك أنت عيسى وانت من موراك ماشي النبي نحن القادمون لأن الأرض هينا انتم ماشي مننا انتم مبنضي انتهى الكلام أقول لك 56 سنة توقع له نستقله أين استقله وقعته؟ ما الذي يوقع بهذا؟ ما الذي يستقله؟ ما الذي يستقله؟ نحن لا نستقله لأننا من عبودية العبودية بدلت تغيلك السواء خرجوا الفرنسيس ودخلوا على العلوية يلا تحياتي للخوت ليلة سعيدة ولنا لقاءات بمشيئة الوطن تحياتي